تغير الماء الطهور غير ممازج له أو مخالط له لكن لا يؤثر عليه ولا يسلبه الطهورية ونأخذ على هذا القسم أمثلة المثال الأول تغير الماء بشيء لا يمازجه ومن الأمثلة على تغير الماء الطهور بما لا يمازجه كقطع الكفور وهو نوع من الطيب فإذا وضعت هذه القطع في الماء فإنها تغير طعمه وقد تغير رائحته لكنها لا تمازجه ولا تخالطه وبالتالي لا تسلبه الطهورية المثال الثاني تغير الماء الطهور بدهن أو بزيت فإذا تغير بدهن أو زيت فإنه مثله مثل قطع الكفور لا تغير الماء ولا تسلبه الطهورية بل يبقى طهورا لأنه لا يمازجه لأن الدهن والزيت لا يمازج الماء وإنما يطفو عليه أيضا لو تغير الماء الطهور بملح مائي الملح المائي هو الذي يتكون من الماء فلو وضعت كسرا أو كطعا من الملح المائي في الماء فإن الماء يتأثر ويصبح مالحا ولكنه يبقى طهور أما إذا تغير بملح معدني فإنه يسلبه الطهورية على المذهب الحنبلي فيكون في هذه الحالة الماء طاهرا غير مطهر بمعنى لا يمكن استخدامه في العبادات ويمكن استخدامه في العادات من الأمور التي يمكن أن يتغير بها الماء الطهور ولا تؤثر فيه تسخين الماء إذا سخن الماء والتسخين إما أن يكون بشيء نجس أو أن يسخن بالشمس أو أن يسخن بشيء طاهر فإذا سخن بنجس فإن الماء قد يتغير بما يخرج من هذا التسخين يعني مثال لو جمع رجل روث حمير وهي نجسة روث الحمير نجس ثم سخن به الماء فإن ذلك يكره لكنه لا يسلبه الطهورية وخاصة إذا غطي وكان محكم الغطاء أو الغطاء فإنه لا يصل إليه شيء وبالتالي لا يكره الأمر الثاني إذا سخن بالشمس أي يوضع في الشمس ليسخن فإنها تتغير أجزاؤه في الشتاء مثلا يضعه في الشمس حتى يسخن ليغتسل به أو يتطهر به فهذا لا يؤثر على الماء ولا كراهة في هذا التسخين الأمر الآخر إذا سخن بشيء طاهر كما هو معروف بالحطب أو الغاز أو الكهرباء فإنه لا يكره ولا يؤثر على الماء المثال الآخر أو الخامس تغير الماء بمكثه أي بطول إقامته فإن تغير الماء بمكثه لا يضره ولا يكره استعماله ولا يتأثر الماء بمكثه فيبقى طهورا الأمر الآخر أو السادس تغير الماء بما يشق صون الماء عنه كالنبات فيه والطحالب أو ما سقط فيه من ورق الشجر فإن هذا لا يضره وإن تغير بشيء من هذا كذلك تغير الماء بالصدا الماء المتغير بالصدا الذي لا ينفك عنه في الأصل كما نقول في الماء الذي تغير بأمر لا ينفك عنه في الغالب فإن كذلك ذي تغير بالصدا فإن الماء يبقى طهورا باتفاق الأئمة لأن ما لا ينفك عنه في الغالب لا يؤثر عليه والصدا يكون موجود في المواصير أو غيرها فإذا تغير بصد الأنابيب أو المواصير أو الخزانات فإن ذلك لا يؤثر عليه وبالتالي يبقى ماء طهورا يرفع الحدث ويزيل الخبث تغير الماء بالطين كما لو مشى في الغدير وغير لونه فإن هذا أيضا لا يؤدي إلى سلبه الطهورية وإنما يبقى الماء طهور غير مكروه الأمر الآخر أو التاسع من هذه الأمثلة التغير بمجاورة النجاسة مثال لو غدير أو ماء بركة عند ميتة وتحيط به الميتة من جوانب متعددة فإنه يسير له رائحة تسير لهذه الميتة رائحة تبكريها فإذا لم يسقط شيء في هذا الماء وإنما هو مجاور له فإنه لا يؤثر عليه وهذا ذكر بعض العلماء الإجماع على أنه لا ينجس الماء الطهور بمجاورته للميتة لأن الحديث واضح أن الماء طاهر إلا إن تغير طعمه أو لونه أو رحه بنجاسة تحدث فيه وهذا لم يتغير فيبقى على طهوريته ولا تؤثر عليه مجاورته للنجاسة قال ابن عثمين رحمه الله ولا شك أن الأولى التنزه عنه إن أمكن فإذا وجد ماء لم يتغير فهو أفضل وأبعد من أن يتلوث بماء بماء رائحته خبيثة المثال العاشر فيما لا يتأثر به الماء الطهور ويبقى على طهوريته التغير باستعمال الماء الطهور في طهارة مستحبة أي في طهارة مشروعة من غير حدث ومعنى استعمال الماء المستعمل هو أن يمر الماء على العضو ويتساقط منه فالماء المتساقط من تمرير على العضو هذا يسمى ماء مستعمل وليس الماء المستعمل هو الذي يقترف منه وإنما الماء المستعمل هو الذي يتساقط من على أعضاء الوضوء مثال على الماء المستعمل كتجديد الوضوء تجديد الوضوء سنة فلو صلى إنسان بوضوئه الأول ثم دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه يسن له أن يجدد الوضوء وإن كان على طهارة من السابق فهذا الماء المستعمل في هذه الطهارة يكون طهور وقيل طهور مع الكراهة وكذلك غسل الجمعة فغسل الجمعة على قول الجمهور بأنه سنة إذا استعمل الماء بعد ما اغتسل فإنه يكون هذا الماء المستعمل يكون طهورا ولا يسلب الطهورية وكذلك الغسل الثاني والثالث في الوضوء كذلك تكون بهذا المعنى أنه ماء مستعمل ولا يتأثر الماء الطهور باستعماله قال ابن عثيمين رحمه الله والصواب في هذه المسائل كلها أنه لا يكره يعني في المسائل التي ذكرنا أن فيها كراهة كالتسخين بالنجس وكما ذكرنا من الماء المستعمل قال والصحيح أنه لا كراهة وأن الماء طهور ويستعمل في العبادة وأنه لا يكره ذلك قال لأن الكراهة حكم شرعي وهذا يفتقر إلى دليل فكيف نقول لعباد الله أنه يكره لكم أن تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل من الشرع ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه